ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة تتراوحهما بين 40 إلى 50 قرشا نتيجة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا متأثرا بالبيانات الأمريكية التي خالفت توقعات الخبراء في حين يتوقعوا أن تواصل الأسعار الارتفاع في الفترة المتبقية من العام الحالي تفاصيل أوفا في هذا التقرير تذبذب كبير شهدته أسعار الذهب خلال النصف الأول من العام الحالي في حين شهدت الأوينة الأخيرة استقرارا بسبب عوامل اقتصادية وسياسية أسعار الذهب العالمي كانت إلى تأثير سلبا وإيجابا نتيجة تذبذب الذهب الكبير خلال النصف الأول من العام نتيجة التذبذب كانت بيانات أمريكية حقيقة كلها كانت مخيبة للأمال إضافة إلى أنه رفع سعر الفائدة مرتين خلال النصف الأول هو أثر سلبا على أسعار الذهب إلا أن التطورات السياسية بالعالم وأقبال روسيا وبعض الدول العالم على شراء الذهب هي حافظت على مستويات الذهب أسعار الذهب ارتفعت هذا الأسبوع لتغلق عند 1258 دولارا للأونسة لتحقق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين بفعل هبوط الدولار إلا أن التوقعات تشير إلى أن المعدن الأصفر سيحافظ على أسعاره الحالية خلال الشهر القادم ليتراوح ما بين 1200 و1300 دولار للأونسة كانت واضحة أنه البنك الفدرال الأمريكي رح يرفع ربع نقطة خلال نهاية العام الحالي ورح يحدد أنه رح يرفع أربع نقاط يعني واحد كامل خلال 2018 هاي كل هالأسباب المفروضة تؤدي إلى انخفاض الدهب وتحسن سعر الدولار في السوق المحلي إلا أنه الزيادة في الطلب على الدهب فيزيكل من قبل سندوق الإدخار العالمي والبنوك السيادية هي اللي محافظة على أسعار الدهب بل على العكس بنتوقع أنه يرتفع خلال الربع الأخير من هذا العام يمكن يتجاوز سعر 1300 دولار للأونسة محليا تأثرت الأسعار بالتغيرات العالمية وارتفعت نصف دينار للعيار 24 و40 قرشا لعيار 18 و21 الأكثر طلبا لدى الأردنيين أما الليرة الرشدي فقد ارتفع سعرها لتسجل 180 دينارا بينما ارتفع سعر الليرة الإنجليزي إلى 205 دنانير التذبذب في أسعار الذهب عالميا انعكس إيجابيا على حجم الطلب في السوق المحلية بعدما سجل الانخفاض الأكثر خلال الخمس سنوات السابقة